فوق الشبهات مرحبا بكم شبهة اليوم الأمراض والتشوهات الخلقية هذا البرنامج برعاية معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية يقول الإشكال لو كان الإله فعلا موجودا فلماذا هناك تشوهات خلقية وإعاقات وأمراض خطيرة ومزمنة ما هو ذنب من يولد أو يصبح معاقا أو مريضا أو ناقصا جسمانيا لو كان هناك إله فهو ظالم لأنه خالق هذا الكائن بإعاقة تسبب له أعدابا أليما إلى درجة أن بعض المعاقين أو المرضى يعتبرون الموت أرحم بكثير من الحياة أقول جسم الإنسان ناقص وليس كاملا فهو جسم متطور كغيره من الأجسام الحية سواء كانت نباتات أو حيوانات فجسمنا نتيجة للتطور والانتخاب الطبيعي في هذه الأرض وهذه الأجسام المتطورة ليست لا مثالية ولا محصنة تماما بل هي ناقصة وتحمل معها نقصها فكل الأجسام المتطورة سواء نباتية أو حيوانية مكونة من مواد كيميائية وبالتالي فهي معرضة للخلل والعطب أثناء تكونها بل حتى بعد تكونها بسبب قصف إشعائي مثلا فالتطور انتخب المجموعات الأنسب على البقاء في المحيط ولكن هذا الأنسب ليس كاملا ولم يتعرض بالضرورة لكل الامتحانات واجتازها كلها بنجاح بل هو انتخب لمقاومته ونجاحه في الظروف التي وجد فيها وتطور فيها في تمريض جيناته للأجيال المقبلة ونشرها حتى لو كانت ناقصة وغير كاملة ويعتريها النقص والخلل فالأمراض والتشوهات هي أمور ملازمة لهذه الأجسام الناقصة ثم قد يقول قائل لماذا إذن لم يجعل الله الكون مثاليا أليس أنه قادر على كل شيء؟ الجواب المثالي المطلق أو الكامل المطلق هو في الحقيقة إله أو لاهود وهو نور لا ظلمة فيه أي كمال لا نقص فيه فكيف يكون الكون مخلوق وفي نفس الوقت كامل ومطلق؟ هذا مستحيل عقلا وليس الأمر متعلق بالقدرة إذن الكون وكل مخلوق لا بد أن يكون نور وظلمة ومن لوازم الظلمة وأثرها النقص والخلل والعجز والفقر والتدافي وهذا أمر ملازم لكل المخلوقات وكل العوالم المخلوقة إذن حتى لو كانت تصميم مثاليا فالقابل هنا أي الكون أو الجسم أو أي مخلوق لا بد أن يظهره بصورة ناقصة لأنه نور وظلمة لكن هل التصميم فعلا مثالي وكامل؟ الحقيقة لا لأن المباشر لعملية الخلق والتصميم ليس هو الكامل المطلق بل هي مخلوقات لله أياد من أياده سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فمن باشر عملية الخلق هم عباد مكرمون روحانيون وهم مهما كان علو شأنهم مخلوقون ويجري عليهم نفس قانون المخلوقية أي غير كاملين فهم نور وظلمة وبالتالي لا بد أن تظهر أثار الظلمة في عملهم وتصميمهم لكن هناك أمر مهم ينبغي التوقف عنده وهو من قال أن بعض هذه الأمراض والأعضاء الناقسة والععاقة والتشوى لا يريدها الإله فدينيا هذه الأمور غير المرغوب فيها ماديا أو معنويا كالنقص في الرزق أو في الأولاد أو الأمراض أو التشوهات كلها في الحقيقة معللة وبوضوح تام فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لهذه الأرض وإنما خلقنا سماويين وجودنا هنا ما هو إلا طارئ ولأجل الامتحان وأكيد أن الأمراض أو النقص في الرزق أو الظلم إلى غير ذلك كلها من ضمن ما يبتلي به الله الإنسان ليمتحن صبره وصدق إيمانه وهذا ما تعهد به الإله وأخبرتنا عنه رسله وكتبه الأمراض ابتلاءات يمتحن بها الإله وخلقه في هذه الدنيا ويرى مدى صبرهم فنحن في هذه الدنيا للامتحان والدنيا عموما ليست إلا قنطرة نعبر من خلالها إلى الحياة الأبدية إما نجاح وجنة ونعين وإما رصوب في الامتحان وجهنم وعذاب والعياذ بالله والأمراض أو المحن عموما هي تذكير بأن هذه الأرض لزوال ولسنا فيها للخلود وهي فانية وناقصة وهذه الحالات من المرض والسقم هي أيضا داعية للإيمان بالله سبحانه وتعالى حيث أن الدعف والفقر والحاجة تدفع الإنسان أن يتوجه إلى الكامل المطلق والغني المطلق ويأله إليه سبحانه ليكمل نقصه وليسد فاقته وليفيد عليه ومع أنه امتحان وطارئ فإن هذا لا يمنع الجواذ الكريم سبحانه أن يعود عبده المبتلى بهذه الابتلاءات وأما من ابتلي ولم يرضى بابتلاء الله وسخط هذا الابتلاء أو جعل ذلك شبهة أو عذرا لعدم الإيمان فهو ليس فقط يكون قد نقض العهد الذي أخذ عليه لكنه محجوج بمن ابتلي بأكثر مما ابتلي به ونجح في الامتحان وحمد الله سبحانه وشكر له كل أنبياء والرسل والأوصياء عليهم السلام هذا البرنامج برعاية معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية